بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموها للقناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله تحت الطلب وحد البنت قتلك عندي بالنسبة لها عندها عندها عمل او يمكن عندها بغاة تكون محبوبة في العمل وبغاة تكون كلمتها مسموعة ان شاء الله بحول الله هاد الوصفة غادي ان شاء الله غادي ياخدوها بزاف الناس وغادي يستفدو منها وهي وصفة رائعة ان شاء الله وصفة بكلام الله ووصفة غادي ان شاء الله نقرأو على هاد المورد وعلى الرحة دينا وغادي نعدنا سبعة حبات دي القرنفل ولكن هاد الوصفة غادي ان شاء الله نديرها في الليل الليل اي ليل بغيتي اي وقت بغيتي اثنين ثلاث الاربع الا الاربع لا نحاول نوضع القرنفل سبعة حبات القرنفل هنا بسم الله سبعة حبات البنت اللي بغت تمشي لعمل او الناس الزوجة اللي ما عنداش قبول مع الزوج ديالها تل بنت اللي ما عنداش القبول مع خطيبها تل بنت اللي عندها نوفور عندها نوفور الناس ما سيبغيوهاش او مام او هي هي ستكون البنت مشي عندها نوفور تكون افكارها هي تكون افكارها متغير متغيرة على الناس وعندها عقلية غتقدر تكون عندها عقلية زوينة ولكن الناس ما تفهموهاش اذا الاختلاف كين ولكن الناس ما يمكنش ترضيهم كل واحد والطبع دياله كل واحد وكيفاش انه تفكر اذا ديما نكون عندي طاقة ايجابية وطاقة اه ديما نحاول انني نقول انا اه الحمد لله ما عندي تشي مشكلة الناس مشي هما اللي نافرين مني انا انني انا العقلية ديالي هي اللي اه ما فهموهاش لانها تقدر تجاوب مع ناس خرين اذا نحاول لي ما نعطي راسي الطاقة الايجابية ونحاول نكون متميزة بكل شي ونحاول ما ندخلش الطاقة السلبية ونكون زيدة القدام وعندي اتقى في النفس ونكون بخير ولا خير اذا هاد البنت اللي بغى تكون متميزة في العمل ديالها من حقها من حقها انها تكون متميزة لان التمييز سنبغيه كاملين وسنبغيه نزيده القدام وسنكونه هاد هو الانسان انسان من طبعه طمع تيبغي التمييز اذا احنا هتنعطيه وصفات رحمانية باش نعونه البنيات ونزيده القدام ومنحاولوش نعطوش وصفات لما كينيش وبكلام غير مفهوم ما تيعجبنيش انا الوصفات لكلام غير معروف او كلام تيعيط على الشياطين اذا نحنا سنخدمه بالقرآن وبكلام الله تيلا ما نفعكش ما تيدركش اذا كلام الله كله مزيان هنحاول ان شاء الله ناخد الآية من سورة الحجورات ناخد آية من سورة الحجورات الآية الستاش ولقد ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين انقرها انقرى الفاتحة 11 مرة وانقرها تصيغة وانقرها تصيغة من القرآن الآية الستاش من سورة الحجورات بحول الله وقوته ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين انقرها احدى سورة مرة بحول الله وقوته ونحاول انني نوضعها تف الريحة ديالي الباغفان ديالي نحاول مندير فيه ما نحط فيه لقر وفل ولوالو ولكن نقرأ هذه القراءة الفاتحة الكتاب ونقرأ هذه الآية من سورة الحجورات الآية الستاش ونقرأها 11 مرة نحاول الصباح نرش هاد هاد الريحة نحاول نرشها على الملابس ديالي لما كانت مادة فازيت نحاول ناخد بطغفان يكون ما يأترش على الملابس ديالك ونحاول هاد المورد ندوزه على الوجه ديالي الوقت اللي نبغي نحط ماكياج انني ندوزه على المر على الوجه ديالي عادة نحط الماكياج ديالي اذا نولا ناخد قنين رشاش ونضيف إليها ماء ورد ونرش على الملابس ديالي رشة خفيفة غتكوني إن شاء الله محبوبة لأن هذه الآية زوينة في القبول إذا ما بقال يا غير نقول لكم الله يعون لكم الله يجعلكم من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى أم حاجي أنك تكوني راضي على نفسك وتكوني عارفة أش نتدري وإن شاء الله غادي إن شاء الله نحط واحد الوصفة ومن بعد هذه إن شاء الله بحول الله وقوته نحاول نحط وصفات اللي تحطوا لي وبقي ما وصلتش لهم لأن مشي الطلب كانين الناس طلبين بزيب ولكن كل واحد على حسب التدريج دياله إمتى شتو إمتى هذا إن شاء الله بحول الله وقوته غادي هاد القرون فيها هو دي وهاد الرحة تيين قرع عليها إن شاء الله بحول الله وقوته وغادي ندير تشي وغادي تتفكروني إن شاء الله تتفكروني بالدعاء والصحة والعفية إذن ما أبقى ليا غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وخليوا لي اللي لايك باش نزيل القدام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته